فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي والصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل أخواني وأخواتي في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم حديثي في هذا اليوم تكمل في واقع الأمر لما سبق أن بينته لكم فيما يتعلق بأحكام وداع الدنيا هذا هو المجلس الثالث واللقاء الثالث حول الأحكام المتعلقة في وداع الدنيا نزولا عند رغبة كثير من الإخوة والأخوات متابعي هذا البرنامج أو متابعي هذا البرنامج حيث أنهم طلبوا ذكر شيء من الأحكام المتعلقة بي يعني نهاية الإنسان في هذه الدنيا لعلكم تذكرون بأنني وقفت معكم في المجلس السابق واللقاء السابق في مسألة صلاة الجنازة وضاق الوقت حقيقة عن التكملة فأحب أن أعيد صلاة الجنازة خاصة وأننا تكلمنا قبل عن التكفين تكفين الميت وتكلمنا عن أحكام طبعا الكفن عموما قبلها غسل الميت وقبلها طبعا الأحكام أحكام المحتضر بالنسبة لصلاة الجنازة إخواني وأخواتي فرضوا كفاية في أصح أقوال أهل العلم بمعنى إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين دائما خذوها قاعدة عندك إذا سمعتم فرض الكفاية وفرض العين فرض الكفاية المخاطب به الفعل وفرض العين المخاطب به الفاعل يعني المكلف فإذا قالوا فرض عين يعني يتعين على كل فرض من الأفراد إذا قالوا فرض كفاية لا يكفي أن يقيم هذه العبادة شخص أو شخصين مثلا يعني لأن المخاطب فيه الفعل ولذلك صرات الجنازة إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقيين بالنسبة لصلاة الجنازة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أربع تكبيرات ولعلكم تذكرون في اللقاء السابق ذكرت لكم بأن صلاة الجنازة إنما هي تكبيرات وليست ركعات ولأجل هذا قال الفقه يجوز صلاة الجنازة في المقبرة مع أنهم يحرمون الصلاة في المقبرة إلا صلاة الجنازة لماذا؟ لأن ما تشتمل على ركوع والسجود هي مجرد تكبيرات ما تشتمل على ركوع والسجود وإنما هي مجرد تكبيرات بارك الله فيكم صلاة الجنازة أربع تكبيرات وصفتها كالتالي يقول في التكبير الأولى هكذا يقول الله أكبر بالمناسبة قبل ما أبدأ للأسف نسمع الآن وحيانا لما نصلي الجنازة أن المأمومين الذين خلف الإمام أيضا يرفعون أصواتهم بالتكبير يقول الله أكبر ما تدعي إلى هذا يا أخواني بارك الله فيكم لا الإمام هو الذي يقول الله أكبر أنت تسمع نفسك فقط التكبير ما في داعي أنك ترفع صوتك يعني بعض الناس يرفع صوته بالشكل كأنه هو الإمام لا غلط المأموم يسمع نفسه فقط ولا يرفع صوته المخاطب يرفع الصوت حتى يسمع من خلفه هو الإمام هو الإمام يقول الله أكبر والذين وراءه يقول الله أكبر سواء كانوا رجال أو نساء حتى النساء يجوز أن يصلين على الجنازة فيكبر في التكبير أولى قال الله أكبر ثم يقول أعوذ بالله السمي العليم من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم الفاتح يقرأ الفاتح ولاحظوا بأن صلاة الجنازة ما فيها دعاء الاستفتاح وهذا هو الصواب من قبل أهل العلمان ما فيها دعاء استفتاح هذه التكبير الأولى طيب هل يمكن أن يزيد على الفاتح شيء ما فيه بس الأمر يعني على الجواز خاصة موردة أحاديث قراءة ما زاد عن الفاتح كان يقرأ الفاتح هو شيء من القرآن فلو زاد ما فيه شيء لكن لو اقتصر على الفاتح فهو الأفضل لأن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة وهو المرويع عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم التكبير الثاني ما هي يقول الله أكبر ثم يقرأ الصلاة الإبراهيمية يقرأ الصلاة الإبراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذه في التكبير الثاني الصلاة الإبراهيمي ثم التكبير الثاني يقول الله أكبر يدعو للميت بما ورد أو بما يتيسر له إن لم يكن يحفظ ما ورد مثل يعني أن يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلى ومقلبنا ومثوانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن أمته فأمته على الإسلام ثم يبدأ بالدعاء الميت اللهم اغفر له ورحمه وعافي وعفو عنه وإذا كانت أنثى يقول الله مغفر لها ورحمها بالنسبة للطفل الصغير ما يدعى له بالرحمة لماذا؟ لأنه غير مكلف الذي دون البلوغ غير مكلف يقال اللهم اجعله فرطا لوالديه وشفيعا لهما مثلا هذا مما يقال للطفل الصغير إذا مات يعني إذا صلي عليه ثم التكبير الرابعة قل الله أكبر ويسكت هنيها يعني يسكت فترة قصيرة جدا لأن هذا هو المروي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيقول بعدها السلام عليكم ورحمة الله تسليم واحدة فقط عن اليمين طبعا وردت أكثر من صفة لصلاة الجنازة لكن هذه أصحها والعمل عليها الآن ولله الحمد في أغلب الدول الإسلامية لأن الأدلة على هذه الصفة أكثر وأقوى من الأدلة الأخرى بارك الله فيكم طيب بالنسبة للإمام موقفه من صلاة الجنازة كيف أما الرجل فيقف عند رأسه الآن لما توضع الجنازة في جهة القبلة إذا كان الميت رجل الإمام يقف عند رأس الرجل وليس عند صدر لا عند رأس الرجل هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أما المرأة فيقف عند وسطها حتى يسترها عن من وراءه يقف عند وسطه هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أما لفظة يقف عند صدرها هذه غير محفوظة وإنما يقف عند وسطها يقف عند وسط الميتة بارك الله في الجميع هذا فيما يتعلق بصفة صلاة الجنازة أنبه إلى مسألة يسألني عنها كثير من الناس يقول نحن نأتي متأخرين إلى المسجد مثلا في صلاة العصر أو في صلاة الظهر أو في صلاة المغرب مثلا يقول وفاتتنا الصلاة الفريضة وأقيمت صلاة الجنازة يعني إما أننا نتأخرنا مثلا أو كان هناك زحمة أو زحمة في مواقف المسجد مثلا يحصل هذا يعني بعض الناس يأتي إلى المسجد اللهم بارك مكتظ وجميع المواقف اللي في المسجد مليانة مثل ما يقولون يقول فماذا نفعل في مثل هذه الحالة أها هذه مسألة مهمة الآن يقول لك أنا والله جيت والإمام سلم من صلاة الفريضة أريد أن أصلي هل أصلي الفريضة أم أصلي الجنازة الآن عندنا الفريضة ووقتها واسع ولله الحمد الفريضة واجبة لكن لها وقت موسع فما دام أن الإنسان إذا صلي الفريضة فاتته صلاة الجنازة فلا يقف يصلي الجنازة مع الإمام ثم بعد ذلك يصلي الفريضة سواء كان لوحده أو جماعة ثانية بهذا يجمع الإنسان المصالح لأن صلاة الجنازة تفوت بفواتي وقتها يعني بالنسبة للمسجد كنا في المسجد يعني وصلاة الفريضة ما دام أنه فاتته صلاة الجماعة ممكن يتداركها بعد ذلك خاصة وأن المدة يسيرة صلاة الجنازة ما تكلف دقيقتين أو دقيق ونصف يعني بهذا الحدود هذا أو ثلاث دقائق أو خمس دقائق وقت الصلاة صلاة الفريضة موجود ولله الحمد والمن طيب المسألة الأخرى فيما يتعلق بحمل الميت طبعا صلاة الصلاة على الجنازة فيها أجر عظيم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بيّن بأن من صل على جنازة مسلم فله قراط قراط ما معنى القراط بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام بأن مثل الجبل أحد أجر وثواب الله أكبر مثل الجبل العظيم وأعظم جبال المدينة أحد فكان يضرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام المثل وهذا جبل كما قال النسلم يحبنا ونحبه فالأجر إذا صليت على جنازة لك قراط من الأجر يعني مثل الجبل العظيم من الأجر والثواب في ميزان حسناتك يوم القيام طيب بالنسبة لحمل الميت أولا ما عندنا دليل يفيد على أن في حمل الميت الفضل الفلاني الآن ذكرنا نحن الصلاة الصلاة فيها قراط حمل الميت ما عندنا شيء من حمل ميت فله قراط لا عندنا دليل من اتبع جنازة حتى تدفن فله قراط يعني يحصل الإنسان على قراطين إذا صلى على الجنازة وتبعها حتى تدفن فله قراطان قراط للصلاة وقراط لكون يتبعها حتى تدفن حتى تدفن هذا أجر عظيم وثواب كبير بالنسبة لحمل الميت طبعا هذه مثل ما يقول الفقه ما لا يتم الواجب إلا بي فهو واجب هو من جملة الذهاب به للدفن فحمله يكون واجبا لماذا لأنه كيف الآن ندفن الميت إذا ما حملناه لكن هل ورد نص على أن من حمل الميت فله كذا وكذا أنا ما أحفظ في هذا شيء في حدود علمي وفي حدود اطلاعي بالمناسبة الفقه رحمة الله عليهم يذكرون صفة لقضية حمل الميت يعني طبعا يربع النعش وربع يعني سر أربعة ويعني ذكروا بأنه يفعل كذا وتقدم كذا هذا كله ليس عليه دليل يعني قالوا يعني يحمله على كتفه الأيمن ثم ينتقل إلى الخلف ثم ينتقل إلى الجهة اليسرى فيحمله على كتفه الأيسر ثم يتقدم ومنهم من يقول يضعه بين كتفيه هذا كله ما عندنا فيه دليل وليس عندنا فيه ما يدل على أفضليته الفقه ينصون بأنه يستحب الاقتراب من النعش لا لشيء إلا لأن الإنسان يساعد الذين يحملون هذا الميت تعرفون الميت يصير ثقيل ولذلك قالوا يقرب منه لا يبتعد عنه حتى يشارك في الأجر والثواب حينما يسعى في بذل هذه الوسيلة التي تحقق المقصود الواجب فالمقصود بأنه ما عندنا ذلك واعتقاد أن القرب من الميت فيه أجر غير صحيح اعتقاد أن القرب من الميت ومن الجناز ومن النعش فيه بركة غير صحيح هذا غير صحيح ما يجوز الإنسان أن يعتقد ذلك وإنما يحمل الميت كما يعني يساعد في هذا ويشارك في حمل الميت وله الأجر والثواب لأن هذا من جملة الأمور الواجبة على الناس في قضية دفن الميت ولذلك تجد بعض الناس الآن يزاحم بشكل عنيف حتى يقول يصل إلى النعش لماذا قال هذا فيه بركة وأجر هذا غير صحيح هذا اعتقاد باطل يجب على الإنسان أن ينقي عقيدته ينقي إيمانه ينقي سنة النبي عليه الصلاة والسلام من كل ما يشوبها ويكدرها من هذا الكلام أمر آخر مهم جدا أني أذكره أن بعض الناس وللأسف الشديد يعني حينما تدخل الجنازة أو حينما تحمل يبدؤون بذكر معين ومثال لا إله إلا الله أو الله أكبر أو شيء من هذا القبيل هذا غلط لماذا؟ لأنه ثبت بالأسانيد الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تتبع الجناز بصوت أو بنار ممنوع تتبع الجناز بصوت أو بنار قال الفقهاء قال العلماء بصوت ولو كان من القرآن ولو كان من الذكر ما يجوز أنك الآن لما تأتي الجناز تقول لا إله إلا الله طيب وين الدليل؟ أين الدليل على أنك تقول إذا رأيت الجنازة لا إله إلا الله ما في دليل ما هو الدليل على أنك إذا شيعت الجنازة ومشيت خلفها تقول الله أكبر ما في دليل ولذلك كما قال أبو رير وغيره كان الناس يصمتون حينما يحملون الجنازة وحينما يسعون في دفنها كانوا يصمتون وما كانوا يتكلمون ولا يتبعونها لا بصوت ولا بنار ولا بمزمار ولا بصراخ ولا بعويل ولا بشيء من هذا القبيل هذا كله مما أبطله الإسلام لأنه من أعمال الجاهلية ولذلك الحالقة والصالقة والشاقة هذه النساء كنا يشققنا الجيوب يعني ثوبها وكنا يخدشنا أو يخمشنا الخدود وكنا يصرخنا ويصحنا هذا كله مما أبطله الإسلام هذه من أعمال الجاهلية ومن أفعال واعتقادات أهل الجاهلية فالجنازة من دون صوت من دون نار من دون ذكر من دون أي شيء يعني يمشى معها هذا الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للإنسان يجوز له أن يمشي أمام الجنازة وخلفها وأماء ويمينها ويصار المشروع إلا الراكب الراكب على دابة أو على سيارة مثلا لا يمشي خلفها يمشي خلفها فقد ورد في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان راكبا مشى خلف الجنازة وإذا كان ماشيا مشى أمام الجنازة هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندنا قضية القيام للجنازة الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بأنه في أول الأمر كان إذا رأى جنازة قام لها قام لها ثم قعد بعد ذلك ثم قعد بعد ذلك ومرة مر بجنازة فقام لها فقال يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال أقوم للذي قبضها أقوم للذي قبضها ولذلك العلماء يقولون القيام منسوخ هكذا يقولون بنص حديث مسلم أنه كان يقوم فقعد يعني بعد ذلك ترك القيام وقال العلماء بأن القيام الأول قالوا بأنه حتى لا تكون الجنازة يعني تعلو فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام فكره ذلك جنازة اليهودي قالوا كره ذلك فلما مرت أراد النبي عليه السلام أن لا تمر من فوقه هذا أحد التأويلات التأويل الآخر قالوا بأن النبي عليه السلام شم رائحة كريهة فسأل قالوا هذه جنازة يهودي فقام عليه الصلاة والسلام ويدكرون شيء من هذا القبيل لكن حتى على وفترضنا بأنه في أول الأمر أراد أن يبين احترام الجنائس فلما استقر هذا في أنفس الصحابة ترك القيام عليه الصلاة والسلام ولذلك الآن لو أنت جالس في مقهى جالس عند الباب جالس في كذا مرت جنازة لا يلزمك ولا يجب عليك بل ولا يسن لك أن تقوم يعني حينما تراها لماذا؟ لأن رفض السلام ترك القيام كان يقوم أولاً ثم ترك عليه الصلاة والسلام بالنسبة للجنائز حملها حملها على أي وسيلة ولذلك لا يجوز للإنسان أن يشدد في هذا الأمر فالنبي عليه الصلاة والسلام ما بيّن لنا طريقة عن الحمل والزمنة مثل ما وصف قضية الغسل وصف قضية التكفين مثل ما سمعتم وشاهدتم في المجالس السابقة والصلاة أيضاً أما قضية الحمل فتركها لنا فيجوز حمله على الأكتاف يجوز حمله في السيارة مثلاً يجوز حمله على الدابة خاصة إذا كانت المقبرة بعيدة وشق على الناس المشي يحملونها على السيارة مثل ما يحصل الآن في أغلب الدول تأتي سيارة الإسعاف أو تأتي سيارة أهل الميت فيحملون ميتهم إلى المقبرة بهذه السيارة لأنه الآن هناك مدن كبيرة وهناك أماكن بعيدة والمقبرة في الغالة تكون في طرف البلد فتحتاج إلى السيارة ولذلك لا يجوز الإنسان أن يشدد في مثل هذا يقول لا لازم تحملونا على الأكتاف هذا غير صحيح تخيل الآن مثلاً المقبرة 15 كيلو أو 20 كيلو من الذي يمشي في الحر الشديد مثلاً أو البرد الشديد هذه المسافة ولذلك يا أخواني بارك الله فيكم لا تشددوا في مثل هذا فاستخدام أي وسيلة من وسائل حمل الميت مشروعه لله الحمد خاصة أني ذكرت لكم بأن مسألة الحمل موكولة إلى الناس وكلها نسلم إلى الناس أهم شيء لا يصاحب شيء من البدع شيء من المخالفات شيء من الصراخ شيء من العوي الآن أنتقل وإياكم إخواني وأخواتي إلى مسألة الدفن إلى مسألة الدفن هذا هو مثوى الإنسان المقبرة هذا هو بيته هذا هو حقه الشرعي الذي كلف الحي به أنك تضع الميت في هذا المكان لأن هذا هو حقه خلاص وجوده على وجه الأرض وقد سلت الروح وإبقاؤه تعطيله هذا أذية للميت ولذلك إذا أردتم إكرام الميت فعجلوا في دفنه والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول يقول أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدموها وإن تكوا غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم ولذلك الإسرع في التغسير وفي التكفير والصلاة وحملها أيضا ليس المقصود أسرعوا بالجنازة أركضوا بالجنازة لا ما قصد النبي عليه الصلاة والسلام هذا أنا أشاهد أحيانا في بعض الدول من خلال الأخبار ومن خلال لقطات يعني يركضون بالجنازة ركض هذا غير مشروع هذا غير مشروع قول للمساهم أسرعوا بالجنازة أسرعوا بتجهيزها أسرعوا بتكفينها والصلاة عليها وأسرعوا في قضية دفنها ما هو تركض ركض لا النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان خيرا لسبقنا إليه كان يمشي مشيا مع الجنازة والصحابة كانوا يمشون ما ثبت عنهم أنهم كانوا يركضون أو كانوا يحملونها ويرقصون فيها رقصات معينة هذا من البدع هذا من المخالفات لا يجوز هذا امتهال للميت يعني بعضهم يقول لك والله هذا شهيد أو كذا ويرقصون فيه ويهزون النعش هذا باطل يا أخواني بارك الله فيكم لا يجوز للإنسان أن يستحسن العبادات من عقله وذوقه وهواه ورأيه لا نقف على الشرع إكرام الميت الإسراع بتجهيزه ودفنه ليس المعنى الركض أو الرقص أو شيء من هذا القبيل ولا يجوز للإنسان تحت أي ظرف عاطفي أنه والله يفعل هذا الشيء يقول لا هذا من باب كذا أو يقول والله إغاضة للعدو إذا كان مثلا شهيد إغاضة للعدو ما أمرنا الله بذلك في الأموات ما أمرنا الله بذلك هؤلاء الأحياء ممكن يريضنا الأعداء أما الميت لا فلابد من احترامه وصيانته أمر آخر ما يتعلق بقضية دخول المقابر دخول المقابر المقبرة يا أخواني هذه الدار التي هي أصحاب القبور في حياة اسمها الحياة البرزخية وإي الحاجز بين دارين الدنيا والآخرة حياة برزخية هذه المقبرة محترمة عند أهل الإسلام ولذلك لا يجوز للإنسان أن يطع القبر بقدمه لا يجوز له أن يتكع عليه لا يجوز له أن يمشي عليه لا يجوز له أن يحدث أي حدث مما يفعله الناس من التبول أو الغائط أو شيء هذا كله منهي عنه والميت في قبره من حيث الاحترام كالحي في بيته الميت في قبره كالحي في بيته وإذا دخل الناس المقبرة يجب أن تكون عليهم السكينة ليش؟ لأن الإنسان إذا دخل المقبرة يجب أن يتذكر بأن هذا مصر كل حي والله عز وجل يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قل جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وللأسف الشديد الآن بعض الناس يدخل المقبرة وتسمع بعضهم يقهقه يضحك بملء فهمه مسكين هذا كيف تضحك؟ يعني هل بربكم هذا المكان مناسب للضحك؟ هل هذا المكان مناسب لعقد الصفقات التجارية؟ هل هذا المكان مناسب للقيل والقال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قاله زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة هل هذا المكان بربكم يعني مناسب لأن يشرب الإنسان الدخان؟ أنا شفت بعض الناس للأسف يأخذ زاوية ويشرب الدخان ما يستطيع يصبر مدة ساعة نسأل الله العافية والسلام وهو يرى مصارع القوم يرى نهايات الأحياء ومع ذلك ما يتذكر ولا يتعظ ولا يعتبر نسأل الله أن يحيي قلوبنا هذا المكان أخواني الإنسان إذا دخل يبكي الرسول عليه الصلاة والسلام مرة لما شهد جنازة بكى حتى بل الثرى من دموعه عليه الصلاة والسلام وكان يقول لمثل هذا يا إخوتي فأعدوا لمثل هذا فأعدوا ثم يذكر أحوال أهل الموتة أحوال أهل القبور الموتة هؤلاء كيف أحوالهم إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران النبي عليه الصلاة والسلام مرة وهو في الجنازة التفت فإذا رجل لابس نعال سبتية ما معنى النعال السبتية هذه نعال غالية وجديدة وفيها شعر مقصوص سمونا السبتية شعر من شعر فلما لحظه نسأل قال يا صاحب السبتيتين ألقن عليك ألقن عليك ألقن عليك لماذا؟ لأن هذا فيها كبر الإنسان لما يدخل في مثل هذه الأبه وفي مثل هذا كيف يتعذ بربكم وكيف يتذكر وكيف يتذكر أن نهايته ستكون مثل هذا فقال يا صاحب السبتية ألقن عليك بعض العلماء قالوا بأنه يكره المشي بين القبور في النعال اللي يظهر لي أنا والله أعلم أنه يكره لمن دخل بنعال غالية الثمن يكره له في حقه وإلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنه ليسمع وقرع نعالهم إذا ولوا مدبرين وهذا الذي يظهر لي فإذا كان الإنسان لابس نعال غالية ويشعر بزهوف زهوف النفس وكبر وكذا لا ما ينبغي يلقيه أما إذا كان نعال عادية أو يخشى على رجليه من حرارة الأرض ومن وجود شوك أو وجود أذية يلبس النعلي المقصود أن الإنسان إذا دخل يعني يعتبر أخواني بالنسبة لدفن الميت من السنة للإنسان إذا أراد أن يدفن الميت طبعا إذا كانت إمرأة ينبغي الذين ينزلون في القبر هم محارمها زوجها أبوها أم مثلا أخوها عفوا ابنها مثلا ابن أختها ابن أخوها مثلا هم اللي ينزلون ليش؟ لأنه يحتاج إلى مسك وسيحصل هناك مسك لجسمها ولذلك ما ينبغي أن ينزل إلا إلا محارمها إلا محارمها أما الرجل الأجنبي فالأولى أن ينزل أقارب لأنه أرحم به وأرأف به تعرفون لما ينزل الميت قد يكون ثقيل وكذا وربما يرمى بشكل يعني أو فمثلا الأب سيحتضن ابنه والابن سيحتضن أباه الأخ سيحتضن أخاه برفق بلين بمعنى أنه لن يكون عنده مثل ما عند الآخرين أحيانا بعض الناس ما همه لا سيكون عنده من الرأف والرحمة والحماية لهذا الميت الشيء المعروف الذي لا يحتاج إلى بيان إذا لم يستطع بعض الناس قد يكون منهار حزين فممكن ينزل أقاربه وبهذه الطريقة طبعا القبر إما لحد وإما يعني يعني إما أن يكون لحدا وإما أن يكون قبرا عادي اللحد ما هو طبعا يقول لحد وشق لحد وشق اللحد هو الحفرة التي تكون في جهة القبلة والشق الذي هو في النص يعني مثل النهر الجاري يعني يكون في النص الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللحد لنا والشق لغيرنا بمعنى أنه يوضع في جهة القبلة الميت يوضع لما يدخل يوضع في جهة القبلة والشق يكون في النص أحيانا في بعض البلاد التربة عندهم يعني رخوة ولذلك قد يحصل انهيارات على الميت فيفضلون الشق اللي في الأرض هذا يوضع فيه الميت على العموم كله جائز ولله الحمد سواء الشق أو اللحد وإن كان اللحد أفضل لأن النهر السلام لحيد له لحيد له يعني حفر في جهة في القبر من جهة القبلة وإذا وضع الميت يدخل من عندي رجله اليسرى عفوا يدخل من عندي جهة رجليه تعرفون الآن الميت القبر الآن وافترضنا هذا القبر إلى جهة القبلة يؤخذ الميت ويسلسلا من عند رأسه من جهة رجليه ثم يقول المدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله أو بسم الله وعلى سنة رسول الله سبحان الله عظيم في هذا حكمة يقولون بأن الإنسان إذا نزل من بطن أمه إلى هذه الدنيا أول شيء يخرج رأسه إلى هذه الدنيا صح ولا لا أول شيء يخرج رأس الإنسان إلى هذه الدنيا من بطن أمه ولذلك قالوا إذا مات وخرج من هذه الدنيا من السنة أن يدخل أول شيء رأسه من جهة رجليه يسلسل من جهة رجليه يقال بسم الله وعلى سنة رسول الله أو على ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى سلم ولذلك هذه السنة ندخله من جهة الرجلين من جهة الرأس ويقول هذا الذكر يقول باسم الله وعلى ملة رسول الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طبعا الميت إذا وضع في القبر يوضع على جنبه الأيمن كالنائم لأن الموت أشبه بالنوم الله عز وجل يسمى النوم موتى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فهي موتى فشبيه فيوضع على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة يعني يوضع إلى جهة جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة وممكن أن يوضع تحت رأسه شيء من التراب ليرتفع رأسه أو ليبقى مرتفعا طبعا لا يجوز لأحد أن يدخل مع الميت شيء ولذلك ذكرت لكم فيما سبق بعض الناس للأسف يضع مصحف في الكفن أو غرقة مصحف هذا غلط أو أدعي أو شيء هذا امتهان لكلام الله وامتهان أيضا لحديث لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يدخل شيء أبدا ولا يدخل أيضا لا بطانية ولا فراش ولا أي شيء من الأشياء ولا أيضا يوضع معه خشب الخشب هذا مضر بالميت ولا كذلك شيء مسته النار مما مثلا السمنت هذا أو شيء وإنما أفضل شيء اللبن اللبن هذا أفضل شيء وهو الطين المجفف اليابس هذا هو أفضل شيء يوضع على الميت أحيانا يقول لك والله بعض الدول عندهم الأرض هيار مثل ما يقولون لينة وأيضا يحصل فيها يعني انهيارات وكذا فأحيانا قد يحتاطون لوضع يعني مثلا قوالب اسمنتية من الأعلى ما يدخلونها مع الميت من الأعلى حتى تحفظ القبر من السقوط والانهيار ولذلك القبر هذا هو بيت الإنسان ولا يجوز لأحد أن يبقي الإنسان على وجه الأرض لأن الله جل وعلا قال ثم أماته فأقبره ولذلك القبر هذا تكريم للإنسان حينما يموت تعرفون قصة ابني آدم لما قتل أخاه احتار ماذا يفعل بأخيه وما يدري بقي على وجه الأرض فبعث الله غراب يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي قيل بأن الله تعالى بعث غرابي اختتل فقتل أحدهم الآخر فبحث في الأرض حتى حفر حفر فوار الغراب فقال عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادي من عموما القبر هذا القبر يعني مثل ما قلنا تكريم لي الميت ووضعه على وجه الأرض هذا خطأ وغلط ويتنافى مع فطرة الله سنة الله التي في خلقه وعباده ولذلك ربنا جل وعلا جعل هذا سنة سنة في الخلق وفي العباد أنهم يتدافنون يتدافنون وأعظم البشر هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومع ذلك دفنوا دفنوا جميع الأنبياء دفنوا عليهم الصلاة والسلام طبعا يوضع إلى جهة القبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه القبلة قال قبلتكم أحياء وأموات أحياء وأموات ويجعل وجهه إلى جهة القبلة ثم بعد ذلك تحل الربط تذكرون في درس أو لقاء سابق ذكرنا لكم بأن الميت لما يكفن يربط بسبع عقد حتى يحافظ عليه مستورا فإذا وضع تحل هذه العقد ويبقى وجهه مغطا لا كما يفعله بعض الناس الآن إذا وضعوا الميت في القبر كشفوا عن وجهه وهذا وإن كان قول في بعض المذاهب لكن ما علي دليل ما ثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام كشف وجه ميت بعدما وضعه في القبر إلا المحرم ذكرنا لكم المحرم المحرم يدفن بثياب الإحرام ولا يغطى وجهه ولا رأسه كذلك الشهيد يدفن بثيابه التي قتل فيها شهيدا ويدفن بهذه الطريق أما بقية الموت العاديين فأنهم ما يكشف وجههم ولا رأسهم الآن الأسف الشديد يكشفون الوجه لما يضعهم في القبر في بعض المناطق وفي بعض الجهات وهذا خطأ لأنه ما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا لما يوضع اللبن عليه يبدأ بإهالة التراب على الميت يهال عليه التراب ويستحب للإنسان أن يشارك في قضية الدفن ولو أن يحثو بحثوات يأخذ بيدي هكذا يشارك في قضية دفن يعني في قضية إهالة التراب إذا وضع وانتهى دفن من السنة أن يرفع القبر شبرا هذا هو الشبر هذا الشبر وأن يسنم التسنيم هكذا مثل سنام البعير لماذا؟ لماذا التسنيم؟ حتى إذا نزل مطر ما يفسد القبر لأنه إذا بقي مسطحا ربما حفر المطر وحفرت الرياح القبر ولذلك من السنة أن يسنم وأن يرفع شبر لا يرفع أكثر من شبر ولا يمسح في الأرض لماذا؟ لأن هذا لا بد أن يحترم كيف الناس يعرفون إذا هذا قبر هو ممسوح في الأرض؟ لا بعض الناس يبالغ يحب السنة لكن يبالغ يعني الأمور دائما باعتدال يا إخواني الوسطية والاعتدال في كل شيء يروح مثلا يجعلها ممسوح في الأرض أو يضع شيء بسيط يروح مع الوقت لا السنة أن يرفع شبر كما كان النبي سلم لما بعث علي أن لا تدعى قبر مشرفا إلا سويته سوا فأعاده بالصورة الشرعية وهو شبر وما في بأس أن يرش عليه الماء رش الماء لأجل أي شيء حتى يتلبد التراب بعض العامة الآن يعتقدون رش الماء حتى يبرد على الميت في قبره وهذا غلط اعتقاد فاسد بالله لو كان الميت معذب في قبره لو جبنا بحار الدنيا كلها ما نفعه وبعدين كيف نتفائل بهذا الفائل السيء؟ نحن نتفائل بالفائل الطيب للميت على أنه ينعم ما يعذب على العموم هذا الرش الماء اللي يفعلون الآن لأجل تلبيد التراب ما معنى تلبيد التراب جعل يتماسك لأن التراب هذا مع وجود الرياح مع وجود الأمطار ممكن أنه يطير مع التراب هذا يطير من القبر ولذلك يلبد ويوضع عليه حصبة يجبون حجارة مثلا حتى يتلبد الآن مثلا لما نزور المقابر شوف بعض القبور مهانة ممتهنة ليش؟ لأن ما اعتنوا فيها لا القبر يسنم شبر يرفع ويسنم طبعا ويوضع عليه يرش بماء يوضع عليه حصبة من الحصو مثلا العاد العاد لا يكون عند الإنسان اعتقاد في هذا ما في اعتقاد فيوضع بهذه الطريقة بارك الله فيك يوضع بهذه الطريقة وممكن أن يوضع له علامة ويسمونها يعني الشاهد سمونه شاهد لو وضع شاهد واحد ما في بأس عند رأسه أو عند رجله ولو وضع شاهدين يحدد حدود القبر يقول من هنا إلى هنا هذا قبر فلان ما في بأس ولو اكتفي بشاهد واحد أيضا ما في بأس والنبي عليه الصلاة والسلام وضع حجر عند قبر عثمان بن بضعون قال أتعلم بها قبر أخي لأنه كان يزوره عليه الصلاة والسلام وما ينبغي الكتاب على القبر بل كريهها العلماء منهم من كريها كراها التحريم منهم من كريها كراها التنزيه ما يكتب لكن الآن أحيانا قد في تنظيم عند كثير من الدول يقول لا نعرف القبور يضعون أرقام ما في بأس وضع الرقم حتى يحفظ مثلا أولياء الميت ولا رقم والدهم مثلا رقم الفلان مثلا أو والدتهم أو مثلا قريبهم رقم وأيضا يعني قد تحتاج الجهات مثلا قد تكون هناك شبهة جنائية ولا شيء ممكن يستخرج فيما بعد فممكن الترقيم أما كتابة وأشد من ذلك كتابة الآيات القرآنية هذا فيه امتهال لكلام الله امتهال للقرآن ما ينبغي يا أخواني بارك الله فيكم أن تكتب الآيات القرآنية على القبور أو توضع في لوحات أو توضع في صحائف مثلا أو توضع في رخام هذا امتهال لكلام الله عز وجل وكذلك ما ينبغي تزكية الميت يعني بعض الناس يقول فلان العظيم المتصدق المحسن الطيب الصالح ما يدرينا النبي عليه الصلاة والسلام مات عثمان بن مضعون تأسف عليه وبكى عليه الصلاة والسلام فقالت امرأة بجوالك يا اذهب يا أبا يا أبا السائب يكنى بأبي السائب اذهب فشهادتي لك أن الله قد غفر لك فغضب أنه السلام التفت إليه قال وما يدريك قالت يا رسول الله عثمان هذا كان يسميه رسول السلف الصالح قالت هذا عثمان قال والله وأنا رسول الله ما أدري ما الله فاعل به فلذلك ما يأتي الإنسان يضر ما في أحد الآن إلا ويتمنى ينفع ميته صح ولا لا بعض الناس الآن يضر ميته بمثل هذا الكلام يأتي فيزكيه أو يضفع عليه ألقاب وقداسة قداسة عجيبة جدا بسبب العاطفة لا الواحد يضبط تصرفاته يضبط أعصابه ويضبط يعني أفعاله في مثل هذا الأمر المقصود إخواني وأخواتي بالنسبة لموضوع اللي بعد يعني لما يدفن ويرش الماء وكذا لهذا الغرض ويجتنب هذه المخالفات التي يفعلها كثير من الناس طبعا من السنة أن نقف شيء يسير بعد الدفن فندعو لهذا الميت لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما دفن ميتا استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل الله أكبر بمجرد أننا ننتهي من نفض الأيدي بعد ما دفننا خلاص قامت قيامة هذا الإنسان أتاه ملكان فيجلسانه فيسألانه من ربك أم المؤمن يقول ربه الله ما دينك ديني الإسلام من هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم عفوا أما المنافق طبعا الكافر ما يسأل المنافق من هذه الأمة يقال له من ربك فيقول ها ها ما أدري يقال له ما دينك يقول ها ها ما أدري ويقال له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها ما أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقل هذا المنافق نعوذ بالله فيضرب بمرزبة على رأسه فيصرخ صرخة ويصيح صيحة لو سمعها الثقلان لو صعقوا الجن والإنس من شدة الضربة اللي على هذا المنافق الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر نعوذ بالله أما المؤمن فينعم ويفرش له في قبره ويكون له روضا من رياض الجنة بإذن الله جل وعلا طبيعة الحال بعض الناس لاحظنا يعني بعد الدفن يبدأ بالموعظة وهذا غلط يا إخواني بارك الله فيكم شوف بعض الناس جزام الله خير يحب السنة ويحب الخير لكن يخطئ الوعظ قبل الدفن إذا كان أحب يعني شخص إذا أحب شخص أن يعظ لا هذا قبل الدفن أثناء تجهيز القبر ممكن يقول يا إخوان لمثل هذا فأعدوا بارك الله فيكم بعد الدفن الاستغفار للميت ولا يطيل الناس الاستغفار للميت هذا الذي يعني يجب على الناس أن يفهموه لأنك بعض الناس الآن تجد بعد ما ينتهون ثم يبدأ يعظ ويذكر ويعلم الناس جزاك الله خير وتؤجر على هذا لكن السنة ما ثبت أن النفس سلم كان يعظ بعد الدفن الثابت أن النفس سلم فيما أحفظ أنه كان قبل الدفن لما جاء في حديث البراء أنه لما أتي بجنازة ولما تلحد بعد ما زالت الآن ويجهزون في القبر يحفرون يرتبون وكذا جلس النفس وبيده عود ينكت الأرض ينكت الأرض حزين عليه الصلاة والسلام فكان يقول يا أخوتي لمثل هذا فاعد لمثل هذا فاعد يذكرهم وقال إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزلت عليه ملائكة ثم ذكر الحديث الطويل أبين كيف أن المؤمن تنزع روحه كما وتخرج كما تخرج القطر من فيه السقاء وكما تسل الشعر من العجيم بهدوء والكافر تنزع روحه نزعا كما قال جل والنازعات غرقا أما المؤمن فتنزع روحه نشطا والناشطات نشطا تنزع بسهولة وبرفق وبلين والمؤمن يرى مقعده في الجنة وهو في آخر لحظة من لحظات حياة ولذلك قال جل وعلي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد والمقصود بأن الموعظ يا أخواني تكون بعد ماذا بعد عفوا الموعظة قبل وأما بعد الدفن فهو الاستغفار الدعاء اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم وسع له في قبره اللهم نور له فيه اللهم جازه بالإحسان إحسانا بالسيئات عفوا وغفرانا اللهم ثبته في السؤال إذا كانت امرأة اللهم ثبتها في السؤال مثلا ونحو هذه الأدعية يدعى له بالنسبة للناس الذين فاتهم الصلاة على الميت ممكن يصلون على القبر ما في بأس لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه حينما افتقد المرأة السوداء اللي كانت تقم المسجد وقالوا ماتت وصلين عليها فقال هل لا آذنتموني ليش ما أخبرتوني يعني هذا المعنى فقال دلوني على قبر فدلوا على قبر فوقف عنده وصل وكبر عليها أربع تكبيرات استقبل القبر يعني جعل القبر يعني بينه وبين القبلة ثم صلى عليها صلاة الجنازة أربع تكبيرات ولذلك اللي فاتته الصلاة على الجنازة في المسجد أو في قبل الدفن ما في بأس أن يصلي عليها بعده الدفن لأن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بقي عندي أحكام التعزية وبعض الأحكام المتعلقة بهذه المسألة إن شاء الله أعدكم في اللقاء القادم يوم السبت القادم إن شاء الله سنختم إن شاء الله الأحكام المتعلقة بوداع الدنيا بارك الله فيكم وشكر الله لكم على هذه المتابعة وأشكر أيضا الإخوة الذين يتواصلون معي بعد كل حلقة ويعني يبدون أنهم ينتفعون ويستفيدون من هذا وأنها كشفت كثير من الأشياء التي كانت مفقودة لديهم فالحمد لله على فضله وهذا فضل الله عز وجل فليس لنا فيه شيء إنما الفضل من الله أولا وآخرا أشكركم على المتابعة كما أشكر طاقم البرنامج المخرج الأستاذ خضر عبد المطلب وزملائه وألتقيكم إن شاء الله غدا بحول الله وقوته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون